اعرف دينك على الثلاث اوقات المفضلة الى الله تعالى والتي يتم رفع اعمال جميع العباد الى خالقهم لذلك كان رسولنا الكريم دائما يحثنا على استغلال هذه الاوقات في عبادة الله تعالى وهذه الاوقات هي اولا ليلة الجمعة فقد اكد الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتم رفع اعمالنا جميعا الى الله عز وجل يومي الاثنين والخميس لذلك كان الرسول يحرص دائما على سيام يومي الاثنين والخميس حتى ترفع اعماله وهو صائم ثانيا كان الرسول الكريم دائما ما يحثنا على قثرة الصوم في شهر شعبان حتى ترفع اعمالنا ونحن صيام فان شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الاعمال الى الخالق عز وجل ثالثا اوقات العصر والفجر هما الوقتين اللاتين يتعاقب فيهما ملائكة الليل والنهار لرفع اعمال العباد الى الله تعالى لذلك فان الله تعالى يسأل ملائكة كيف تركتم عبادي فيقولون اتيناهم يصلون وتركناهم يصلون لذلك فان رسولنا الكريم كان دائما يحث المسلمين على الصيام في هذه الايام حتى ترفع اعمالهم وهم صائمون لان افضل الاوقات التي يرفع فيها اعمال العباد لله عز وجل وهم صائمون وقد اطلق علماء الاسلام على شهر شعبان اسم شهر الحصاد لانه الشهر الذي ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك